وإلى ميدان حسم النفوذ المستقبلي حددت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري موعداً لقرعة أسماء المرشحين فيما ستبدأ الحملات الانتخابية في تشرين ثاني المقبل وقال المتحدث باسم المفاوضية عما جميل أن عدد المرشحين وصل إلى ستة ألاف وأثنين وعشرين مرشحاً من ضمنهم تسعة وسبعين بقوائم منفردة معلناً فرض حقوبات لمنع تجاوز جدول الحملات الانتخابية تصل إلى خمسة وعشرين مليون دينار وسجن يصل إلى أكثر من سنة وابعد المرشح حتى وإنفاز في الانتخابات وأشار إلى تحديث بيانات أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة ناخب وما تبقى هو توزيع بطاقات الناخبين في تشرين أول المقبل بينما سيشارك بالتصويت الخاص نحو مليون ومئة وعشرين ألفاً من الداخلية والدفاع والنازحين اشتركوا في القناة